كيفية مسح داكرة التخزين المؤقت على تطبيق كوعي هي طريقة جدا سهلة يا أصدقائي تقوم بالتابع والضغط على بروفايلك في هذا المكان بعدها يا أصدقائي تقوم بالضغط على ثلاث نقاط في الأعلى بعدها تقوم بالضغط على زر الإعدادات بعد ذلك تقوم بالتابع إلى مساحة داكرة التخزين المؤقت قد تضغط عليها بهذه الطريقة وتضغط على مسح هنا وكما ترى سوف تمسح الداكرة لقد مسحتها ويمكنني أيضا أصدقائي أيضا التحكم هنا في مقطع الفيديو محفوظة في الداكرة التخزين المؤقت من هذا الزر ونصلون إلى نهاية هذا الفيديو لا تنسوا دعمنا بوضع الزر لاحق للشرك بقناة السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر